لكن الاهلي امبارح ما عملش مباراة اعظم شيء يعني بالمناسبة بس دفعيا كان جيد ياسر ابراهيم كان رائع جدا في الشوت الاول وشوت تاني محمد عبد الماء ما كانش جيد في الشوت الاول لكنه تحسن في الشوت الثاني واسط ملعب النادي الاهلي امبارح كريم ندفد عمل مباراة عظيمة جدا اكرم توفيق لما شارك جيد رامي ربيع لما شارك جيد بقى اللاعبين جيدين وسمى ابو علي ملامح حاجة حلوة ملامح شوف انا بقولك ملامح لسه مشوفناش حاجة بس ملامح حاجة حلوة ربما يعني انتوني مودست قد ترخيره عمل اسست حلو الحسين الشحات كان هدف المباراة الوحيد لكن يبقى دائما وابدا الحديث الابرز عن نجم النادي الاهلي في اخر مباراتين مصطفى شبير وبداية كده ليه منتكلم انا وغيري كتير قوي عن مصطفى شبير يعني في بعض الناس النهاردة كانوا كاتبين شايفهم حدر سوشيال ميديا يا جماعة فيه مبالغة في الإشادة بمصطفى شبير هي مش مبالغة الحكاية ان الراجل ده تعرض لانتقادات وهجوم واستفزاز من هو عنده ثمان سنين بيلعب في اشبال الاهلي انت يا عم بالوسطة انت عشان ابوك الكابتنة احمد شبير انت ما بتعرفش تلعب انت مش حارس مرمى اصلا ما كفاية بقى وصايت تخيل بقى واحد من هو لسه طفل بياخد كل الكلام ده فوق دماغه كبر شوية وبقى شاب وراح منتخب الشباب اه الحق ده راح منتخب الشباب بالوسطة حتى المنتخبات فيها وصايت ماشي كبر شوية وبقى حارس ثالث في النادي الاهلي الحق ده عدو عالدكة ازاي يقعد عالدكة ده مش عارف ايه بقى حارس تاني ده اللي هيبقى بمكان محمد قد الشنوي يا جماعة ماينفعش يا جماعة مش عارف ايه لعب اساسي في مطش الوداد رائع وعظيم لعب كم مباراة جتانين رائع وعظيم يغلط في مباراة سيرامية كيلو باترة ايه الحق ده مش عارف ايه غلطة عايزة ايه حارس مرمى في العالم يعني ماشي محمد الشنوي هو افضل حارس في مصر وافضل حارس داخل الكرة الافريقية فانا لما اجلعب بدل من محمد الشنوي او اعود محمد الشنوي المصاب ده حمل ساكيل جدا ده من جانب من جانب اخر حمل ساكيل جدا ان انا اصلا حارس مرمى النادي الاهلي حمل ساكيل سالس دي نقطة برضو مهمة جدا ان انا واخد الضغوطات جاهز الناس بتنتقدني اصلا قبل ملعب فانا عندي ضغط مضاعف رغم كده الراجل مصطفى شبير مش الشاب بقى الراجل مصطفى شبير اتحمل كل هذه الضغوط اتحمل المسئولية في اوقات صعبة جدا ومباريات صقيلة جدا مباريات حاسمة جدا وسابت مفيش بقى مش مهزوز مش خايف مش قلقان مش مش شايل هم الضغوط تعايف لو مصطفى شبير حتى غرت هتقعد تقول اللي انا كنت لسا قاله ده اجماعة الراجل ده عنه ضغوط مبالغ فيها عشان كده هيغلط وبتالي رغم كده بشتهر كويس قوي بعدين فكرت مبارح وده بقى برضه حاجة جدلية شويتين ترات هو مصطفى شبير لو فضل على نفس المستوى ده وبطبيعة الحال المفروض يزيد مع المشاركة في المباريات كثيرا هو مصطفى شبير ممكن ياخد مكانة أساسية في تشكيلة النادي الآلي فيه وجود محمد الشناوي عشان برضه يعني ايه مش فرحدك بمصطفى شبير تنسيك ان محمد الشناوي ده حسن حارس في الكارة بس ما هو يعني ما هو لو راجل فادت في المستوى ده وراح عد عددك تاني لوحدة يستغرب برضه ده جامد قوي يعني ماشي بشكل كويس قوي يعني لسه لسه قدامه لسه قدامه كتير كمان بس جامد بالشكل ده لو مشي بالنصك ده هيبقى حارس رائع جدا مفيد جدا للأهلي والأهم بالنسبة لي مفيد لمنتخب مصر حكاية مصطفى شبير عجباني فكرة انه شخص يتعرض لكل هذه الضغوط ويقدر يشتغل بشكل كويس القصة حلوة فيها تحدي حلو مش حكاية انه مصطفى شبير لأ حكاية واحد تعرض لكثير من الضغوط ظلما دون ان يرى احد ورغم كده يبقى ثابت على الارض ويشتغل بشكل كويس